أنفق بقى وربنا ينفق عليك حينفق عليك منين؟ من يمينه من خزائنه فيمين الله ملء يعني شديدة الامتلاء بالخير والبركة والعطاء سحاء الليلة والنهار كل لما تناول الناس والتاجر مع ربنا السح يبقى عليك بزيادة الصب الدائم يبقى عليك بزيادة بكتير والله العظيم يا أحباب حيحكي لكو يعني من أبسط المواقف في العطايا وجبر الخواطر لسه مبرح في صلاة الجمعة فقبل صلاة الجمعة ليه تحد من إخواننا داخل علي بيسلم علي سلمت علي عطرته كعاداتي يعني مع الناس إن اللي بيدخل يسلم علي قبل صلاة الجمعة في زيادة سعطر بنعطر الناس اللي تيجي تسلم عليهم وده برضه من باب إيه جبر الخواطر وتأليف قلوب الناس فاتفجأت إن الشاب ده بيقول إيه بيقول الحج فلان بيبقى قاعد في الجمعة المية بعيدة عليه وبيعتش وحضرتك بتخطب فبس كنا عايزين إزازة نملهاله لو فيه هنا إزازة فاضية نملهاله فالطبيعي بيبقى فيه أزايز مية موجودة في المكتب أنا أوله إزازة مية بنتلفت لقينا المية الموجودة اللي إحنا جايبينها خلصانة فأنا أولته إزازة مية كده فيها مقدار بسيط وقلتونه ممكن نملاله الزجاجة دي من التلاجة أنا جازك الله خير وبقى فرحان جدا يعني هو أخد إيه إزازة شبه فاضية حيملها إزازة مية من التلاجة عشان يديها للحج فلان اللي بيعطش والشيخ بيشرب عشان لو عطش ميبقاش مشغول بالعطش يبل يريقوا أثناء سماح خطبة الجمعة أنا عملت كده من هنا بعد دقيقة واحدة يعني بعد ما أنت هتمت به أنك تقوم تشوف له إزازة مية تشوف أي حاجة فلما ملقناش إزازة مية مليانة جبنا إزازة مية موجودة وحنمله له مية من التلاجة مية ساعة من الكلدير بتاع المسجد أقسم بربي وهذه يعني تعد آية من آية الله ليعلمني الله جل جلاله أن من جبر جبر وأن التجارة مع الله ممكن تبقى بحاجات بسيطة جدا 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 أنت بس بتواسي بها الناس بعد أقل من دقيقة باب المكتب بيخبط المكتب اللي هو بتاع المسجد اللي أنا قاعد فيه باب المكتب بيخبط ليت أخي تفضل ليت أخي داخل بيسلم عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لي أنا حجتي السنة دي ومن وانا في الحج وأنا الهدية البسيطة دي معايا لحضرتك وأنا لسه نازل من ايام بسيطة يعني رجي على شغله في المملكة وتلنا محتفظ بالهدية دي وبعدين نازل أجازة بقى فجاي يصلي معايا الجمعة ودخلي بالهدية دي هدية طيبة يعني جزاء الله عني كل خير ومع الهدية دي أزايز ميت زمزم يا الله ايه ده ايه ده يد الله ملأ يمين الله ملأ فشكرته طبعا وأعدت بقى أقول سبحانك يا رب اللهم لك الحمد يا كريم ايه الجبر ده بقى احنا ندي الراجل إزازة فاضية رحنا يقول له هلو من التلاجة من دهيئة بس طيبنا خطره ما قلنا لهش ما عندناش ما قلنا لهش ما فيش ما قلنا لهش يا عمي ما بقى اشتريه إزازة مية ولا حاجة هو جاي يا إزازة المية بكم يعني لا وإنما ايه الموضوع بصدر رحب جدا وحاولت واسيب أي حاجة يبقى المقابل كده على طول في الحال لا ويجي لك بقى ما يجي لكش واحد يدخل عليك بإزازة مية عادية لا جايب لك إزازة مية من السعدي من الحرم من زمزم يا الله من جبر جبر المعاملة مع الله عز وجل في النفقة كده فحين تتعامل بسخاء مع الناس الله عز وجل يتعمل معك بسخاء أكثر وخزائن الله ملأ لا تنفد فلا تطمع ولا يشتد بخلك وإنما ازدد عطاء ناول الناس من الخير اللي ربنا بيغدقه عليك مهما كان عندك كتير طلع كتير أليل برضو طلع برضو طلع ولو من الأليل اللي ربنا بيكرمك بيه ده حتى يبرك لك في بقية هذا القليل ويتحس بالبركة في مالك تحس بالبركة في دخلك وكمان ربنا يزيدك من فضله وينولك من هباته جل جلال الله يمين الله منبه سحاء الليلة والنهار أو سحاء لإني دي الريوال مشهورة سحاء الليلة والنهار خير مصبوب لنهار لا يغيضها نفاقه يعني إيه لا يغيضها نفاقه يعني الله ينفق على خلقه من يوم أن خلق الخلق لحد قيام الساعة كل العيس حقا بياخدها وكل ده لا ينقس لا ينقس مما عند الله يشيء لا يغيضها نفاقه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض من وقت خلق السماوات والأرض والخلق بقى على السماوات والأرض كل الكائنات دي بترزق على الله رزقها على الله نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الله لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال الله إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هو الرزاق ذو القوة المتين أنفق أدئي ربنا أنفق على الخلق ذو الأدئي من خلق السماوات والأرض ياه كتير 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 قل كتير لحد آخر نفس في حياتنا كتير جدا ومع ذلك لم يغيضه نفقه تاني تاني يبقى لا يغيضها نفقه قبل جملة كم أنفقه منذ خلق السماوات والأرض وبعد الجملة دي لم يغيضه نفقه تأكيد تاني يعني لم تنقصه النفقه وبيده الميزان يعني العدل القصطاص في الله تعالى هو الحكم العدل جل جلاله ميزان الملك فهو مالك وبيده الميزان يغني دا يفقر دا يعلي دا ينزل دا يملك دا ينزع دا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدي الخير إنك على كل شيء قدير بيديك الخير إنك على كل شيء قدير جل جلال الله حكم عدل وهو في كل هذه الأحوال حكيم عدل يعني يغني فلان بعدل ويفقر فلان بعدل وبرحمة يعني لم يظلم فلان دا لربنا عز وجل أفقاره دا ربنا لم يظلمه لا أو إنما العدل في حقه إنه هو يبقى كده هذا هو الذي يصلح له سبحان الله العظيم بيده القسط بيده الميزان يخفض ويرفع وفي رواية بيده القبض وفي رواية بيده الفيض بيده الفيض يعني فيض العطايا تعبير عن الجود والإحسان رواية الثالثة بيده القبض القبض يعني إيه الله هو القابض القبض اللي هو الإمساك هو اللي بيمسك هو اللي بيقفل جل جلال الله قابض باسط وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يعني لو ببخر حيتفتح لك ما فيش حد يقدر يقفل عليك أبدا مهما كان